ده كده يا جماعة بصوا بعد ما خلصنا الصيانة بتاعته ايه? هنبتدي نركبه ايه. ايه مش مهندس. اه ده ده الفلوماك ده اسمه فلوماك. اه. ده الاوتوماتيك بتاع المطور. اللي هو منظم الطيار. كمان. يخلي المطور يخسل ويشتغل. اه. الميا مفتوحة في اللي فوق في الشقة. يفضل رافع ميا وشغال زي الفول. تقرد ان هم قفلوا. اه. الفلوماك ده وظيفته ان هو فتحوا ميا يشتغل. تمام. قفلوا ميا يطفي. اه زمن تسميته كده اه. وبعد كده ده مسته غير البلونة وغير الاوتوماتيك. اه البلونة. ده لو ده لو الميا قطعت. ده احسن من البلونة. اه. اه. احدث ده لو الميا قطعت عمومي اه الجهاز ما يشتغلش خالص المطور نفسه. اه. فدي ميزة برضه. ده ميزة زي ما انتم شفتوا كده جماعة احنا عملنا له سيانة. تمام? في الورشة وورناكم كل عاجب التفصيل. نوريكم بقى التركيب بتاع المطور الميا. تمام? برضه عشان تبقى انتم معانا. ده ده عشان ياخد الميا ما يردهاش. ما يحصلش رجوع ولا يحصل اه. ده اه. اه. اللي انا بركبه ده. اه. شفتي بلف ده واحد بوسة اهو. بركبه عشان ده يمنع اي اي تهريب اه ميا. تمام. ما يعملش راجع يعني. الراجع بيبقى مش كويس للمطور. اه. انت اخذ بالك. تمام ماشي يا شمال سلامان. اه بس يا جماعة احنا بركبه نركبه اهو. قرط عليه. تمام? جميع انتم شايفين كده. ما موقع عشان اللي ما شافش مطور الميا كان بيتفكي ازا من البداية معانا من الحلقة اتفكينا المطور. هو ده كان العيب اللي فيه مش مهندس. العيب اللي فيه بتعمله طقم اصلاح. اه. اه الساقية اللي هي طب تحت رفع الميا كانت بايزن تغيرت. اه. وعملنا له طبعا عند الخراط اه عملنا له اللي هو اللي جوان ده مؤخزة بالجلبة. عملنا له جلبة اللي هي الجلبة اللي اتعملت عند الخراط. تمام اه. جلبة استالس. اه زي ما انتم زيفين كده. على الاكسل اللي بتاع المبينة كل حاجة اتصورت عشان تشوفوها برضو. ماشي? كده طبعا محمد فولا ان شاء الله هيتلع على السلم دلها تشبطو. وبرضو ان شاء الله حمرابك وانقرب الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله.